أكد رئيس مجلس الوزراء على الأولوية التي تمنحها الدولة لدعم مشروعات المدارس الفنية كذلك الجامعات التكنولوجية جاء ذلك خلال اجتماع قضاه مدبولي أمس مع أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليتريك لمتابعة موقف مشروعات الشركة في مجال النهوض بمجالي التعليم الفني والتكنولوجية وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن أن يكون لمصر ميزة نسبية بتصدير خريجي هذا القطاع للخارج مؤكدا في الوقت نفسه تقديم الدعم الكامل من الحكومة للتوسع في المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية عارضا تخصيص أي أراضي تحتاجها هذه النوعية من المدارس على مستوى الجمهورية وعلى جانب آخر اطمعنا رئيس الوزراء على موقف مشروع سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا والذي يتم تنفيذه من خلال التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إليتريك مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لهذا المشروع المهم